بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي وقدواتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نهاردة بنات هنحل مع بعض تدبات على العصر العباسي اللي هو أدب العصر العباسي وسمات العصر العباسي الدرسين مع بعض من كتاب إيمان كتاب كيان للصف الأول الثانوي التلم الثاني دفعتنا الأمورة الجميلة عشرين اتنين وعشرين لو أنت جديد في القناة فتنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو أنت قديم في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهدف مجانا لكل الطلبة صلى الله على صلى الله أدى نقل حاضرة الخلافة من الشام إلى العراق الدولة الجديدة بالحضارة الفارسية وبما كان يميزها حد المظهر لا يعد من مظاهر ذلك التأثير يعني لا يعد يعني قصده كل ده من مظاهر التأثير لكن واحد من دول مش من مظاهر أصلا ما تذكرش عندنا في الدرس الظاهر العلمي والمعمالي طبعا ظهر عندنا معمالي خصوصا في الأصور والحاجات دي طب دعوات الزندقة واللحاد ظهرت عندنا الترجمة والتدوين برضو ظهرت لكن شيوع اللغة العربية ما ظهرش ما نختار شيوع اللغة العربية تعرضت حياة العرب لنقلة وتغيير كبير بعد نقلة عاصمة الإسلامية حدد ملمح ملمح التغيير ده طيب وصف الطبيعة الغناء طبعا ما تذكرش خالص أنهم وصفوا الطبيعة لما نقلنا العاصمة مش ينفع حرفة الزراع والرعي برضو غلط ما تذكرتش عندنا قيام العديد من الدوليات الإسلامية برضو ده ما تذكرش عندنا اللي جابة الصحبة دقة إبيه انتقار العرب للسكن في قصور فخمة طبعا ده حصل ظهرت دعوة مضادة لأثر تأثر العباسيين بحضارة الفرس من ما ظهر هذه الدعوة إيه هي بقى مظاهرة هذه الدعوة التأثر بالقرآن درشور مجالس الطلب والجناء ظهور ده حوالة الانحان الخلقي امتلاء المساجد بالعباد والوعوظ لكن في السؤال الثاني ظهرت دعوة مضادة لأثر تأثر العباسيين بحضارة الفرس بأثر تأثر العباسيين بحضارة الفرس من ما ظهر هذه الدعوة قلنا يا جماعة ايه هي الدعوة المضادة اللي ظهرت ضد الطيار وكانught عندنا طيار ايه يا جماعة طيار المجون والفسق طيار المجون والزندقة ولكن حلال الفجور ده ظهر قدامه طيار تاني اللي هو الدعوة المضادة اللي هي دعوة ايه دعوة الزهد الزهد ده طيار الزهد وطبعا كان من سمات الزهد قال لك في الكتاب امن تلقى مساجد بغداد والمساجد عموة في الدول الاسلامية بالوعاز وبالناس العباد والشيوخ والعلماء والكاملة كله يبقى اللي جابة الصعب ان تلاقي المساجد بالعباد والوعاز قال أبو العتاهية لعمرك لعمرك يعني والله لعمرك ما الدنيا بدار بقاء الدنيا دي مش دار بقاء كفاكة بدار الموتي دار فناء يعني يركز في الأخرة فلتعشق الدنيا أخيا فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء ما تعشقش الدنيا حلوتها ممزوجة بمرارة يعني الدنيا كلها مرارة طبعا ده غرض ايه جماعة ده اسمه غرض الزهد وانت مغمض كيه غرض الزهد الزهد يعني ما اقولك سيب الدنيا ما تركز على الدنيا ركز على الأخرة ده اسمه الزهد حدد من خلال الأبياد سماتين من سمات الشرع العباسي طبعا كتير جدا ممكن نقول سورة الألفاظ جمال العبارة وضوح العبارة دي كلها سمات عندها سمات كتير جدا يعني العصر العباسي هو عصر ازدهار الثقافة والنهضة العلمية وضح مما يلي مظهرا لا يعد من مظاهر هذا الازدهار يعني كل دي كان من سمات ازدهار الثقافة العلمية ونهضة علمية في العصر الباسي ما عدا واحدة من دول مش من السمات ايه يا بقى ظهور العديد من العلماء وقده بقى في شتى العلوم طبعا ده ظهر عندنا كان عندها علماء العديد من المدارس والجامعات طبعا ده برضه نهضة علمية المكتبات الكبرى قصد الكتب يعني والتدوين ده برضه نهضة علمية لكن التصوف والتدايه وانده مش علاقة بالعلم خلص فنختار دال يعد العصر العباسي العصر الذهبي للعلوم الإسلامية ووضح مجالا من مجالات الازدهار العلمي عايز مجال مجالة الازدهار العلمي للعصر العصر العباسي ازدهار علمي كلمة العلوم تطور الحضارة والمعمار الفني هنا عمارة مش ينفق تطور علوم الفضاء والتصلات طبعاً كشفيت الصلاة ساعتها تطور الصناعات التكنولوجية كشفيت الصناعات التكنولوجية قصة ساعتها اللي جابة ستبقى لإيه؟ هتبقى لك تطور العلوم الطبيعية واللغوية طبعاً دي يعطب العلم العلوم قال بحثوري على اللحظات من فلق العمودي وفي عينيك ترجمة أراها عينيك فيها ترجمة ما دلاته ركيم الترجمة بالشهر العباسي طبعاً احنا قلنا جماعة الشهر العباسي كان عندهم تطور علمي وكانوا بياخدوا علوم الآخرين ويترجموها يبقى طبعاً كلمة ترجمة تدلع تدلع تطور العلمي تدلع على هجمات الاستعمارية طبعاً غلط ما نذكرش عن ذلك كلام ده تأصل غير العرب بالحضارة لا بكلم عن العرب مش غير العرب طيب تدلع شخصية الشهر والغير العربية طبعاً غلط برضه لقى برساطة بألف تدلع على التطور العلمي بالعصر العباسي علل تطور الأدب العباسي خلال عصر الدويلات طبعاً ليه خلي العصر الدويلات يا جماعة الدويلات دي 얘기 دوا صغرونة أقول نولاً مصر أن أسمت على الشام وده أسم عن ده وده أسم عن ده لما كل حد أسم عن حد جماعة يعني كل دولة صغيرة أسمت نفسها من العاصمة العباسية ده كله أدى يا عن الحاجة ده كله أدى إن الحكام نفسهم بت Ini تجاهد الدويلات دي بتوع مصر والشام والحضر المتقطع دي يعودوا يحفزوا الشعراء عشان يكتبوا شاعر عشان قد يغيزوا بقية إيه بقية الدولة فهمين؟ يعني مصر الحاكم بتاعوا لو اكتبوا شعر بقية عشان نغيز الشام كده يبقى طبعا إجابة أدقة تبقية أدال بسبب تشجيع الولاء والحكام للشعراء والأدباء سؤال صعب لو أنت غلطت فيها وسألست إنتاجة فما تندايقش سؤال نفسه صعب طبعا صراع الحكام دي بعيدة خالص رأي حكام ملوش علاقة بالشعر حاجة الدولة للشعر والناس الأدبي برضو لا ملوش علاقة مع الدولة كانت مقسومة أصلا يعني قاد الأسواق أدبية طبعا ده مكانش موجود موجود في عصر الجاهلي بس كان البيئة الجديدة أثرها في خيال الشعراء فحدد مظهرة من مظاهر ذلك التأثير عايزين مظهر مظاهر ايه مظاهر التأثير تغيرت نظر الشعراء دور الشعر الحيوي طبعا غلط مخدناش نظر الشعراء تغيرت أو اي حاجة تغيرت استخدام الشعراء للألفاظ والعبارات برضو غلط ده ملوش علاقة بالتأثير اللي حصل احنا قلنا مع التأثير اللي حصل في البيئة الجديدة ان هم قربهم الفرس يعني قربهم بيئة جديدة يعني البيئة جديدة أصلت عليهم فالإجابة أدقة تبقى جيم توسر الشعراء في استخدام الصور المنتزعة من البيئة الجديدة اللي حواليهم يبقى أدقة تبقى جيم طبعا داللي بعيدة هو المعاين تطورت عندهم لكنها مش قصدي كده أنا عايز تأثر بسبب البيئة جماعة فهي مين بسبب البيئة نفسها فسبب البيئة هتجيب حاجة لها علاقة بالبيئة بعد كي يقولك شعع أسلوب جديد في الشهر العباسي فما سي ماتوا طبعا جماعة في الدرس عندنا قالك شعع أسلوب جديد اللي هو التزاوج أو الامتزاج بين الفكر والمعاني ورقة اللغة الامتزاج بين الفكر والمعاني لزقنا الفكر والمعاني واللغة نفسها بها ترقيقة وعندنا موضعات جديدة مستحدثة ظهرتها يبقى طبعا جاب أدق لسؤال مباشر يبقى به التزاوج بين الفكر والمعاني ورقة اللغة وظهور الموضعات مستحدثة جديدة قال ابن القيسراني ومضى يناضل دونه كتمانه ما الحب إلا للمحب الكاتمي يقول الحب ده للشخص اللي بيكتم حبه من فاض ختم لسانه عن سره ختمت أنامله سنية نادمي استنتي مخل بيتين سمة من سمات الاتجاه الشعري الجديد عايزين سمنا جمعا من سمات الاتجاه الشعري الجديد طب إيه هو السمات الاتجاه الشعري الجديد تنبع الأسليب طبعا هنا السمات الأسليب ده ما كانش معنا أصلا من سمات الشعر ده رقم واحد طيب وينا أصلا مفيش تنبع أسليب يعني تنبع الخيال برضو مش من السمات اللي عندنا كبس المحددس دي برضو ما تذكرتش عندنا الإجابة الصحة تبقى رقة اللغة وسولتها قلنا طبعا اللغة ما سبقت رقيقة يبقى طبعا رقة اللغة هي الإجابة الأدقة شعنا خدنا جميعا اللغة نفسها أو الألفاظ بقت سهلة شاهد العصر عباسي ظهورا لبعض الأغراض الشريك جديدة وتطورا لبعض الآخر فحدد غرضا مطورا عايزين غرض؟ طورناه إيه هو الغرض ده جماعة؟ طبعا هو في الكتاب هنا جاب لك مثال قال لك غرض الاعتذار وجاب لك مثال إزاي تطور؟ علم الشارع الجايلي وفي الشارع عباسي يبقى طبعا ادقة تبقى جيهم شعر الزهد والاعتذار اختلناها بالتحديد لكي نكملت الاعتذار الآبات الثالثة وعبرا غرض شعري مستحدث في العصر جديد في العصر عباسي حدده يقول لك ما عليهم لو أباحوا في الهوى ما عليهم من صفات المستهامة يعني ما فيهاش حاجة يعني لو أباحوا في الهوى لو أباحوا يعني لو لو ذكروا في الهوى الحاجات دي ايه الحاجات دي بقى؟ من خصور الخصور جمع خصر الخصر جمال هو الوسط 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 منطقة فيها البطن دي لم يقول لك وسطك انت وسطك رفيع ووسطك مليان شوية مفوت تخس من خصور وشحوها بالضنة وشحوها بالضنة وعيون كحلوها بالسقامة يعني الخصر ده كأنهم يا جماعة ايه اتعبوا فبقى رفيع والعيون حطوا فيها كحل عارفين الكحل اللي هو يا جماعة؟ الكحل طبعا اللي هو ممكن تسميه اي لينر بوقتي تقريبا أنا مش حاجات البنات دي بصراحة المهم يعني الكحل المقصوب بها بيجملوا عينيهم عينيها أمورة كيهو جميلة تماما فهنا بيتكلم عن ايه عمل حاجة؟ هنا بيتكلم عن جمال البنات لما يتكلم عن المحاسن الحسية تحت المرأة شعرها ايديها وسطها زي ما انت شايف عينيها كده ده اسمه يعمل حاجة ده اسمه غزل لكن صريح مش غزل عفيف عفيف ده لما يتكلم عن محاسن المرأة المعنوية رقتها جمالها كده جمالها معنوي يعني عموما حياءها عفتها أخلاقها أما هنا جمالها المحسوس ده اسمه غزل صريح يا أحبائي متى تشفي الجوى نظرته بين مدعي و السلام المهم طبعا ده اسمه غزل صريح قارب من غزل العفيف والغزل الفاحش الصريح طبعا في قارب ما بينهم الغزل العفيف يتناول محاسن المرأة المعنوية و الغزل الصريح يتناول محاسن المرأة الحسية طبعا موضحا أبرز الشعراء طبعا ده مش عندك في المنهج وما قالك انا في المنهج أسماء أشهر الشعراء بتاعتك بعد كده عمل حاج بيقول لك ايه قال ابن المعتز قال ليه بقى ابن المعتز ده هنشوف دلوقتي ادي قال لك وامطر الكأس ماء من ابارقه يعني الكاس بمطر مية من الابريق بتاعه فانبت الدر في ارض من الزهبي وسبح القوم لما انرأوا عجبا نورا من الماء في نار من العنب طبعا النار من العنب عصير عنب يعني عصير عنب يعني خمرة فمقصود ده بالكاس قصده كاس الخمر يعني حد الغارة يبدو في البيتين المدح هنا مش بيمدح حد طيب الغزل هنا فيش حب خلص ده بيتكلم عن كاس الخمرة وجنبه المية طيب الفاخر هنا مش بيفتخن على حد ليجي بقى ضغطة بقى الوصف هنا وصف الخمر بيوصف الخمر استندم البيتين السابقين ملامح الحياة الاجتماعية بالعصر عباسي طبعا بين اول تأثرهم بالخمر بقى واللهو وكده التأثر بغيرين في المأكل والمال بس طبعا غلط والخمر دي موجودة من زمان من عام الجهلية هي بس اختفت في العصور الإسلامية الأولى بعدها ظهر التاني في عصر عباسي طب انتشار دعوات الزهد هنا فيش زهد فيش ايمان هنا خالص طب امتلاقي مساجد بالععظة مفيش مساجد ليجي بصنا طبق الشيوع مجالس الطرب والشراب طبعا أصدق ايه أصدق الخمر والكلام ده قال الشعر أصبح سري في الحب قد شاع أصبح سري أصبح سري في الحب قد شاع يعني السر بتاعي شاع في الحب اتفضح يعني وصرت عبدا في الحب متواع متواعني يعني أطيع اللي قدامي لا تعزلوني لا تعزلوني لا تلوموني فقد برمت بكم واجتنبوا نصحكم فقد ضاع أفن رجائي بخلفه رشء يدير لحظا بالوعد خدع صلى الله عليه الصلاة والسلام استنتج من الأبيات ملامح تطور الشارع بس من حيث الألفاظ والمعاني ركز المعاني طبعا الألفاظ قولنا ملة السهولة يبقى أشبر مع ماية للصعوبة دي تمام يبقى supporters يا مات الألفاظ للسهولة طبعا قولنا المعاني يا جماعة أصبحت عميقة والصور بايت عميق مات الأفاظ السهولة دون المعنى طبعا غرج المعنى كان ليه دور مات الأفاظ السهولة والمعنى للغمض والتعايد طبعا غرج المعنى نفسه بقي عميق فالإجابة أضقت بألف ما تقفز السهولة والمعاني للعمق قال الشاعر واحترز من أراء أهل عقول يعني ابعد من أراء أهل العقل اللي بيشغلوا عقلهم بس تابعوا ما يقول أهل التعامي يعني مشوا ورا الناس العميان عندهم شو رؤية إن علم الكلام طبعا يا جماع علم الكلام ده خلناه عندنا في المنهج قلناه ظهور علم الكلام اللي هو المنطق والفلسفة وكده محض كلام في بيان الأعراض والأجسام إن أهل الإيمان في نور غيب وزو العقولة كلهم في ظلام استانتق بالأبيات علم معلومة ظهور العاصر عباسي طبعا ده علم إيه علم الكلام اللي هو المجادلات والمناظرات استانتق بالأبيات ملمح ملامح الحياة العربية بالعاصر عباسي طبعا لو ركستم أعلم الحاج الأبيات نفسها بقول ابعد عن الناس دي ابعد عن الناس اللي بتشغل عقلها بس وسايبة الدين إنما إحنا أهل الإيمان عندنا علم الغيب وممكن نبص على العقل لكن مش على طول كده يقول لو ركزت معي هنا أصلا ده الشعر ده شعر الزهد شعر التدين شعر دين شعر الزهد يعني بيقولك ركز على الآخر يا ساكم من علوم الدنيا دي ركز على الدين قال أبو العلاء المعري تولى سيباوي طبعا سيباوي مؤسس علم النحو سيباوي يعتبر أشهر علم نحو وجاش سيبون أو ما تلاقي سيباوي يعرف ما يتكلم عن النحو فاختل الخليل ويونس أو حشت منه المغاني وغير مصابه النبأ الجليل أتت عليه المنون الموت يعني فما بكاهم من اللفظ الصحيح ولا العليل طيب حدد النهضة العلمية في علوم اللغة بالعقسة عباسي تطرح في العباسي السابق طبعا نهض العلوم الطبيعية أصده الأحياء مثلا والفيزياء وكده فلسفية والعلوم الدينية والعلوم اللغة طبعا سؤال مباشر اللي جاب الصح علوم اللغة عشان كيمت سيباوي هي صعبة شوية عشان بسه لو انت مش عارف سيباوي فاكتبها عندك عادي ان احنا نغلط أهم حاجة نتعلم قال أبو نواس قال لي أبو نواس أسني عن الخمر بآلائها امضح الخمرة وسميها أحسن أسمائها لا تجعل الماء لها قاهرا أو عدخل المية أحسن منها ولا تصلتها على مائها استنتج الغرض الشاي تمثل أبيات أبو نواس طبعا وصف وصف الشراب اللي هو وصف الخمر وضح من خلال الأبيات ملمح ملمح البيئة العباسية انت شارع الصراع الحزبي طبعا ده ما كانش عندنا دعوات الشعوبية ما كانش عندنا مجلس العلم هنا ما كانش فيه علم هنا بيتكلم عن الخمر يبقى الفساد الأخلاقي التحلل قال المتنبي أسامريه ضحكة كل رأي فطنت وكنت أغبل أغبياء يقول انت فهمت وانت في نفس الوقت كنت أغبل أغبياء صغرت عن المديح وهنا عندنا مدح فقلت أهجى إيه انت صغرت عن المدح قلت خلاص اهجوني اشتموني كأنك ما صغرت عن الهجاء وما فكرت قبلك في محال وانا جربت سيفية فيها باقي لو لا كيست هناك ذاكرة للمدح والهجاء في نفس الوقت استنتقل يا بيت السابق الغراضين من الأغراض اللي انت شاعر بالعصر العباسي طبعا شاعر عندنا عندنا شاعر الهجاء والمدح برضو يبقى نختار المدح والهجاء وطبعا جبناهم من البيت ملامح تطور الشاعر العباسي من حيث الصور الخيالية تأثر البيان بالعلوم الجديدة ما قلناش ان العلم البيان او الصور تأثرت بالعلوم الجديدة طيب سهلة الصور الخيالية طبعا غلط انها كانت عميقة. طيب. استمرت أسر بالصور البينات القديمة طبعا غلط ان تأثروا بالبيئة المحيطة. يبقى اللي جابة الصح جيم انتزع الشعراء صورهم من البيئة المحيطة حولهم. قال الشاعر. ثم علم الكلام رد على من حاولوا ان يكون دين جديد. يعني قول علم الكلام رد على اللي حاولوا يعملوا دين جديد. طبعا ايه بالدين الجديد ده جماعة قلناها يا جماعة المزدكية والحاجات الغريبة دي المانوية ووزارة دجتية. دعوات الدينية. حد ما خلي البيت سبب ظهور علم الكلام. هو هنا في البيت قال لك علم الكلام ظهر ردا على من حاولوا ان يكون دين جديد. يبقى هنا للرد على الدعوات الدينية الجديدة. ما دلالة كلمة مزدك في ايه? في قول ابن الرومي. لك اسمعين. قال لك فين كلمة مزدك مش اه? اه هو قال لك عموما يعني مزدك هنا. لك اسمعين. ركدت على اقطابه ارحاء ملك تستدير. لو كان في اولى الزمان لظل مزدك لا يحير. طبعا مزدك ده جماعة عمل حاجة اسمها المزدكية قلناك قبل كده. المزدكية دي عبارة عن ايه? عبارة عن عقيدة دينية. ما زهب ديني. يبقى طبعا هنا كلمة مزدك تدل لها انتشار دعوات دينية كانت غريبة على المجتمع الغربي. على المجتمع العربي. ميز ابرز استمتل الفنية لابن الرومي من حيث الفاظه ومعانيه. طبعا الفاظه ابن الرومي ده كان عصر عباسي يبقى سهولة الالفاظ. يبقى الصعوبة دي اشطب عليها. يبقى سهولة ايه? سهولة الفاظه. تمام? وضوح معانيه ولا غموض معانيه? طبعا اجابة ايه تبقى جيم? غموض المعاني. قلنا المعاني كانت غامضة والصور نفس الكلام. الغرض الشاي لازل تندق تحتها الابات السابق. الوصف. الغزل. المدح. الرسائل. السؤال نفسه صعبه. لو في الانتحان فاشي اجابك سؤال زي ده. ليه? عشان الابات نفسها صعبة انت مش فاهم وبيكلم عن ايه? ركدت على اقطابه ارحاء ملك تستدير. هفهيمهلكم البلد دي كده. زمانة جماعة كانوا بيطحنوا الدقيق بحاجة اسمها قطبي الرحة. قطبي الرحة حاجة كده زي ما طحنة كده. طاحونة. بيحط فيها الدقيق. اه اللي هو يعني بيحط فيها القمح ويتحنوا. يحولوا لدقيق. تمام. فهنا بقول الاقطاب الرحة بتاعتها يعني قصده اللت والعجن. قصده الرغي. قصده الكلام. قصده الجدال كله. ارتاح في العصر بتاعك. يعني قصده ايه قصده هنا بيمدحو. ايه قصده ما كانش فيه خناقات على الحكم كتير. البيت نفسه صعب جدا في الانتحان بيجلاكش بالشكل ده. فالجي هي بقى ضقة تبقيت بقى المدح. المهم نصلى عصول الله يا جماعة. عليه امضر الصغير وتموا التسليم. قال الشاعر. قال ابو نواس. اريب ابو نواس. ونحن خضر او خضر رواقي. الامير بالنهروان. حتى اذا ما صلاة الاولى دنت لأوان مصطلع الرابط يعني. فقام منزل ربي بالبرد والاحسان. المؤزن قام. وكلما قال قلنا الى انقضاء الازان. فقال كيف شهدتم بذا بغير عيان. يعني قلت ازاي شهدتوا يعني قلتوا ازاي الشهادة. من غير ما تشوفوا حاجة قدامكم. فقلتوا سبحان ربي. فقال يا سبحان ماني. ايه سبحان ماني? اعاوز بالنشطة الرجيم استغفر الله عظيم. سبحان ماني تبتسبح ماني بتعبوده يعني. هي ده الدعوات الدينية الغريبة عندما ظهرت ساعتها جماعة. حدد السمات الشاعر الفنية من حيث الالفاظ. طبع ما الفاظ قلنا الدينية غريبة لانتشار دعوات تحلل الخلقي والدين. قال بها الدين زهير. الى عدلكم انهي حديثي وانتهي. فجودوا باقبال علي واصغائي. لك اسمعين. بقول الى عدلكم انهي حديثي. يعني العدل بتاعكم انا هنهي كلامي. وهنتهي. خلص خلاص. فجودوا باقبال علي واصغائي. يعني اسمعوني بقى. عتبتكم عتب المحبي حبيبه. وقلت بازلال فقولوا باصفة. يعني انا بعاتبكم. فاكلموني. فلو صدق الحب والذي تدعونه واخلصتم فيه. مشيتم على الماء. لو انتم صدقين بجد هتمشوا على المية. حرمت رضاكم ان رضيتم بغيركم. يعني يا رب مرضاش بحد غيركم. او اعتدت عنكم في الجنان بحورائي. يعني حتى في الجنة عوزكم معايا. حلوة. طبع هنا مش بيكلم ناس وهنا مقصوب بها يعمل حاجة. صدق النباس والسلام. هنا تفخيم. يمكنك تكلم حد في لغة عربية باسلوب الجامعة كده. يقول له احبكم معينه واحد بس او واحدة بس. ده اسمه ايه ده اسمه? تعظيم يعني هنا تعظيم بتعظم من مقام بتاعه. زي مثلا متكلم مثلا رئيس الجمهورية تقول له السيادتكم. عظمتكم. يعني ايه عظمتكم ومش ناس كتير. لأ انت هنا بتعظموا يعني. حدد عاطفة الشام خيال الابيه طبعا عاطفة الحب بيناقوي يعني عايز بقى الاختيارات هنا يعاني من بعده عن محبوباته. وهنا مقلكش ان هو بعيد. وهنا بس بيقول لها ايه? بيقول لها يعني بيلاه عليك يكلميني تاني. يعني بيقول لها انا انا بعتزلك انا جيت لك اقول حدري ليك. بعتبك. عطبتكم عطبل محبي حبيبه. يعني بيقول ردي بقى علي تاني خلاص لو انت الحب ده صدقة فيه انت هتمشي على المية. بيقول ليا رب اتحرم منكو لو انا مرضتش عنكم وانتو مرضيتوش عني. طبعا هي بيتزل الله يعني. يعني بيعاني من بعده. طبعا مش بيعاني من بعده مش بعيد ولا حاجة. طب يعاني من هجر محبوبة. ما قالكش الهجر. هنا وبيعاتبها بيترجعها. بيستسمحها. محب نصدق محبواته طبعا دي عامة يعني. فمش نختارها. الادق يا جماعة هتبقى دال. يستعطف محبوباته بين اول استعطاف. ويعتذر لها. بقول انا اسف. يا رب ما دقش الجنة غير وانت معايا. بيستعطفها. بيعتذر لها. تمثل ابيات. تمثل ايه بقى? غرض شعري تطور تطورا كبيرا بالعصر العباسي. حدد ذلك الغرض. طبعا بين اول جماعة هو شعري الشعر الشكوى والاعتذار. انا طبعا الاعتذار تطور جدا في الشعر العباسي وكان عندنا مثال في كتاب المدرسة. قال عماد الدين اصفهاني الساكني مصرة. هناكم طيبها. يعني انتوا اللي ما عندنا ساكنين مصر. ربنا يكرمكم. ان عايشي بعدكم لم يطب. انا مش قادر اعيش من غير مصر. لا عدمتم راحة من قربها فانا من بعدها في تعب. انا تعبا من اول ما مشيت من مصر. لا تركت الغمضة يغشى ناظري لا ولا طيب الكرة يأنسوا بي. يعني مش عارفة مش عارفة انام من غير مصر. لا وايام اجتماعي بكم انها كانت زمان الطربي. ما الغرض ده يحتويش ابيات سابقة. العتاب. طبعا عتاب لم تجي تعاتب واحد تقول له انت ليه عملت كده. ما تعمل هاش تاني انا بحبك. هنا ما فيش عتاب. طيب. الرسالة. الرسالة ذكر محاسن الموتة. بتذكر محاسن الشخص اللي مات. طبعا مش هتنفى. طيب. الوصف اللي ما بتوصف حاجة. الوصف هنا ضعيفة. لجي بقى اضاقة تبقى الشكوى. ليه الشكوى? هنا بيشتك يا جماعة. هي بقول انتو يا ساكني مصر. ربنا يخليها لكم. انا مش عارف اعيش. ده انا مش عارف اموت. ده انا خلاص. حياتي تبهدلت. فين ايام اجتماعي? فين ايام زمان? اه نفسي قابلكم تاني. فين هو بيشتكي? طب بيشتكي لمين يا محمد? بيشتكي لساكني مصر. بيشتكي لهم بيترجاهم ان هو يرجع تاني. يا طبعا اجاب اضاقة تبقى الشكوى. بيشتكي لساكني مصر. ما الفان الناس اللي ده برع فيه الاصفهاني. طبعا خدناها سؤال مباشر. ربنا الرسائل الوصفية. ان الرسائل الوصفية هي الحاجة اللي برع فيها الاصفهاني. قال ابن خاقان في رسالة له. الاستوهب الله لك ايها العماد الاعلى واستراج الاجلى والطوض الاشم والبدر الاتم من النعم ابقاها ومن العصم اوقاها لازلت لعنان السيادة مالكة ولمنهاج السعادة سالكة كتبت كتبت اعزك الله ولوده قائم رسمه. لائح واسمه. وان كانت الايام قد ازحتني عن قربك وازمقتني الى شربك. فانها لم تلحق وساقة عقدنا حلالة ولا صحة عهدنا اعتلالة. المهم. ما الفان الناس اللي ده هتقول للرسائل السابقة? طبعا يا جماعة ده اسم الرسائل الوصفية. خدناها عندنا في الدرس. وده الفان الوحيد اللي خدناها في النسر يعني. قال او حدد سمة من السمات الفنية للرسالة. طبعا اي السمة عندها سمات كتير جدا. ممكن تقول كسرة المحسنات البدعية. في محسبة لها كتير جدا. الاعتماد على الايجاز. هنا اه الاعتماد على الايجاز والقصر الجمل. الجمل نفسها قصيرة. هذا اعتماد على الازدواج. لو ركزت فيه ازدواج كتير قوي. السراج الاعلى. طوض القشم. بدر القتم. من نعمة اوقاها. من العصب اوقاها. في هنا ازدواج كتير. ففيه اكتر من سمة. قال يا عماده اصفهاني عن صلاح الدين. الحمد لله على ما انجز من هذا الوعد على نصاته لهذا الدين الحنيف. من قبل ومن بعد. وعلى ان اجرى هذه الحسنة التي ما اجتمل على شبهها الكرام الصحائفي. ولم يجادل عن مثلها في المواقف في الايام الامامية الناصرية. زاد الله غررة واوضاحة المهم. ما الفان الناس ادخل النص السابق? طبعا يبقى الرسائل برضو ايه الرسائل الوصفية. بيعبر عن مشايل بتاعته اتجاه موقف معايلة او نص لتصلاح الدين او انتصال صلاح الدين. حدد السمات الفنية للنص من حيث المعاني والمحسنات. من حيث المعاني والمحسنات. صلى الله عليه وسلم الحاج. عليه افضل الصلاة وقتم التسليم حبيبي يا رسول الله. لو مركزت معايا في النص ده ده نص ناسري. مش شعري يا جماعة. فحاولت تفرق. هنا في النص ده. هنا بيحمد ربنا وبيشكر صلاح الدين على اللي حصل وبيفكروا بالايام الفتح وايام الجميلة. اللي السيوف بتاعتنا دمرت فيها كل عدو. فهينا طبعا المعنى نفسه واضح. هنا مفيش معنى غامض. فهينا عندنا وضوح المعاني. مش هينفع خلاص غموض. ده مش شعر. رقم واحد. رقم تانا هي فعلا واضحة. طيب. المحسنات بدعية طبعا كتير جدا. هنا في محسنات كتيرة جدا. فالإجابة بقى دقة تبقى وضوح المعاني وكسرة المحسنات. لو عطلها في محسنات اليوم كتير قوي. فالإجابة الله الذي عاد للإسلام جديدة سوا به. بعد أن كان جديدا حبله. مبيضا نصره. مخضرا نصله. متسعا فضله. بص. المحسنات بلا كتير قوي. مجتمع عن شمله. والخادم يشرح من نبقي هذا الفتح العظيم. والنصر الكريم. ما يشرح صدور المؤمنين. ويمنح لحبور كافة المسلمين. ويكرر البشرى بمعنى عمل الله به من يوم الخميس السالس والعشرين من ربيع الاخر. اليوم الخميس منسلخه وتلك سبع ليال وثمانية ايام حسومة. سخرها الله على الكافرين. طبعا سبع ليال وثمانية ايام حسومة. فطرى القوم فيها السرعة كأنهم عجازوا نخل خاوية. دي آية قرآنية جمع. دي آية قرآنية. فين هو مكتبس من القرآن. حدث سيما فنية من سمات ديك الرسالة. لاعتماد أسئلة انشائية. هنا فيش أسئلة انشائية. ده كله خبري بيخبرك. طيب. لا تودع محاسبة العلم متكلفة او متلاقى متكلفة دي في الغالب بنشطب عليها. المتكلفة يا جماعة ايه? متكلف يعني بيبالغ فيها بيبالغ. متكلف يعني فيه كلمة ما تنفعش لبا محاسن بديه لكن هو قاعد يحورها وجاب اي كلمة بس عشان نعمل موسيقى. لكن المتكلفة دي مش بنختارها مع الشعراء او الكتاب المشهورين حتى. في الغالب اصلا متكلفة دي بنشطب عليها على طول. التداخل مع الشاعر هنا مفيش ابيات شعرية ولا حاجة. الاجابة بسعت بقى استشهاد بالقرآن الكريم طبعا. هنا فيه اياه قرآنية فيه متأثب بالقرآن الكريم. بعد كده بيقول لك تخيل الاجابة الصحيحة لكل سؤال مما يري. صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال ابو العتاهية. بقول يا علي ابن ثابت اين انت? انت بين القبور حيسد في انت انت اندفنت خلاص. فيا علي ابن ثابت بان مني صاحب جل صاحب جل فقده يوم بنت. قد قد لعمري حكيت لي غصص الموت. وحركتني لها وسكنت. انت يا ما حكيت لي حاجات. وانت كنت اعز الصاحب عندي. انك فقده يوم بنت. ان يوم ما بعيدت عندي. انا اتضيقت. انا تعبت. يبقى طبعا يبقى يذكر المحاسم بتاعته بيحب صاحبه. يبقى انت مغمض اسمه الرساء. تكلم عن واحد مات. طبعا بتذكر المحاسم بتاعته. قال الشاعر العباسي ابو العتاهية. ان المنية يعني الموت امهلتك عتاهي. والموت لا يسه وقلبك ساهي. بيكلم نفسه بقول انت يا ابو العتاهية. الموت امهلك شوية. الحق توب بقى. يا ويحز البشر الضعيفي امله عن غيه قبل المنات التناهي. يعني مش هتتوب بقى بما تموت. وكلت بالدنيا تبكيها وتندبها. وانت عن القيامة الاهية. انت سكران وبعيد عن يوم القيامة. لازم تفوق بقى شوية. ظهور دعوات الزهد في الادب العباسي. اعلل ظهور دعوات الزهد في الادب العباسي. طبعا قلنا الزهد وشعر العبادة والتدين. ظهر كرد فعلي طبيعي لطيار المجون والزندقة والانحلال الخلقي والديني. قال ابن المنزر. يا طالبا علم الكلام. طبعا علم الكلام يا جماعة عارفينه. لو الفلسفة والمنطق اللي ظهر ستاعت. تحققا ابشر فقد ادركته بلقائه. ان كنت تبغي كشف غامضه فقد انجحت فانزل وارتبط بفنائه. بعد قرأت كلبتين. من العلوم انتشاهد العصر عباسي التطورها والزدار العلمي الفلسفة خصوص علم الكلام. طبعا صح. من موضوع الطور العلمي بالعصر عباسي تطور العلوم الدينية واللغوية برضو صح. قال المتنبي. زو منظر دل على مخبر دلالة اللفظ على المعنى. يعني بقولك اللفظ بتاعه يحب المعنى. لان انت شكلك حلو. زو منظرين يعني منظره حلو عنده هيبة كده. ما زال يبني كعبة للعلى. ويجعل الجودة لها ركنة. يعني رجل بيبني العلى بايده. ما شاء الله رجل كويس كبارة بيمدحه. حتى اتى الناس فطافوا به واستلموا راحته اليوم لحس الناس بتطوف حواليه. طبعا غرضه هنا بيمدح الانسان ده. يبقى طبعا جاي ببصعة تبقى المدح. الغزة ده لو حب. الوصف ده لو بيوصف. حاجة معينة تجربة مثلا مكان. الرساء لو واحد مات ويمدحه. دي جاي ببصعة تبقى المدح. قال ابو تمام. احسن بايام العقيق. ايه يا ايام العقيق دي? وقاطيب العيش في ازلى لهن المعجبي. ايام العقيق وقاطيب العيش في ازلى لهن في الظل بتاعه. هنا بيتكلم عن الشجر. بيتكلم عن الحديقة يا جماعة. بقول في الايام زمان. ايام كنا بنزل تحت الظل بتاع الشجر. ومصيفهن المستظل بظله. يعني في الصيف. بنتضلل بهم. بنزل تحت الظلة بتاعتهم. سربوا المهى وربيعهن الصيبي. المهى قصدوا البقر. قصدوا يعني الحيوانات بتتضلل تحتها. وظلالهن المشرقات بخرد بيض كواعب غامضات الاكعوبي. طبعا الخرد البيض اللي هم الفتيات. لكن هم يا جماعة في القصيدة مش بيكلم عن البنات. هو قصدوا يعني يا جماعة ايه قصدوا بشبه. النباتات بتصور الحضائق بتضل بتاع المشرق ده كأنها ايه كانها خرد بيض كواعب. كانهم بنات شكلهم حلو. تمثل الابات السابقة غردا شعريا مستأحدثا بالعصر العباسي. بيش ينفع وصل محبوبة. هو بيكلم عن ضل الشجرة. بيحب الشجر هنا الحضائق. طب ما جالس الشرب ما يكشن هو بيشرب خمرة هنا. وما يكلمش القصر كلمة عن الحضائقة نفسها. فالإجابة الصح وصف الحضائق. السؤال نفسه صعب. لو غلطت فيه عادي. هم نتعلم. زي ما قلنا يا جماعة مش مؤمن من تغلط تأديه والله. فيه يناس كتير قوي بتتضايق قولك انا بغلط كتير. يا جماعة ده العادي. كلهم نغلط. انا بغلط وانت بتغلط. اهم حاجة نتعلم. تكتب هنا وتعمل علامة على الحاجات اللي غلطت فيها من الصدودي. يعني لو واحد بيصدك ما تتضايقش. فإنما غرضه المفدى أن يرى تياها. يعني الناس دايما بتحب تشوف حد بيجري وراها يعني. حكما بأن النفس تبغي شكلها والشكله الف لا يحب وسواها. بيكلم عن الحب طبعا. حدد الغرض وصف محبوبة طبعا وصف محبوبة لو بيوصف لك اللي بيحبها. لكن بيكلم عن الحب عموما يعني مش ينفع. طب غزل الصريح قلنا لو بيوصفها وصف حسي شعرها ديها ما كلمش عنها خلص. طب الشكوى والقلم مش بيشتك هنا. الإجاب بساطة يبقى الغزل العفيف. هنا غزل العفيف. بيكلم عن العين المحب بيقولك سريعة ناحية الشخص اللي بيحبها قصده على النظرة يعني نظرة الحب اللي فيها كسوف كده. اسمه الغزل ايه الغزل؟ العفيف. وقال كابه يقولك ما تتضايقش انها صدتك وما تضايقش مسلا من الصد. هو دايما الانسان بيحب يشوف حد يجري وراه. حلوة اوه. اه ماشي صلى الله عليه وسلم. قال عماده اصفهاني في وصف الامير مؤيد الدولة. اسامة في قوة نسره ونظمه يلوح من كلامه امارة الامارة. ويؤسس بيت قريد يعني بيت شعر. عمارة العبارة. العبارة بتاعته اصد الكلام بتاعه بتاع الشعر يعني. نشر له علم العلم. ورق سلم السلم. ويزم طريقه السلامة. وتنكب سبل الملامة. واشتغل بنفسه. ومحاول أبناء جنسه. حلو المجالسة. حال المساجلة. مساجلة يعني استجال اللي هو الجدال. ندي الندى بماء الفكاهة. عالي النجم في سماء النباهة. زكي يعني معتدل التصاريف. مطبوع التصانيف. اسكنه عشق الغوطة. المهم نكمل. استنك بدون الاختراض التالية لكل سؤال. سمات الرسائل الفنية. غموض المعنى طبعا غلط. المعنى هنا واضح جدا. بيمدح الشخص ويتكلم عنه. طيب. لاعتماد على الانشاء. طبعا هنا مفيش قسطوب انشاء. انشاء هنا امر انها يستفهم تماني نداء. هنا ما كانش في اي قرآنية مش شافها تأسه بالقرآن. يبقى لجابة صاحبة سلوة الكلمات. وطبعا كتلة المحسنات. سمة من سمات الكاتب الشخصية. مثقف وحكيم. محب لآل عيوب. متملق للحكام. مدعي ومزيف. طبعا السؤال ده غلطة من الكتاب. اقول لك ليه غلطة من الكتاب. مختلفين في الاجابات. مختلفين في الاجابات. محب لآل عيوب. مختلفين محب لآل عيوب. على أساس الشخص الذي يمدحه ده لو مؤيد الدولة. ده تبع الآل عيوب. اللي هو الايوبيين. لكن دم نسأل له غلط ليه. اقول لك ليه. رقم واحد. هنا انت اصلا مش ايلك مين اللي بي. يعني ايلك مين اللي قال يا عماد الاصفاني. لكن ما قالكش نوع يقوله مثلا لحاجة أيوب. او آل عيوب. ما قالكش انت محب لآل ده انت اصلا مش عارف مين آل عيوب دول. انت مش عارف. فهنا غلطة في الكتاب يعني المنصق المفوك ان يكتب هنا. آل عيوب. اللي هو اسم الناس اللي هو ايه اللي هو بيمدحهم عموما. سعيدك يقول انه هو بيحب هم عشان كده عشان كده بيتحب بيمدحهم. انه متملق ده مش ينفجع. متملق للحكام. المتملق ده هو الشخص المنافق. راجل منافق عمال كده اي حاكم يطلع يعود يمدحه. لكنه ما قالكش انه اي حاكم يطلع بيمدحه. هنا بيحب الناس دي فبيتكلم عنه بحلو. يبديه مش ينفجع نختارها. مفيش دليل عليها. مدعي يعني كداب. انه برضا فيش دليل على الكتب بتاعه. طيب مستقف وحاكين طبعا استقافه ليش لقى اصل بالموضوع. فهي محبة ايوب هي اللي تنفع. لكن زي ما قلت لك هي غلطة باس من الكتاب. وفودي يقوله فوق انه هو بيمدح واحد ايوبي. او بيكلم على حد ايوبي. قال الشريف الرضي ومعتادة للطيب. الطيب اللي هي الريحة الحلوة. بتحط ريحة حلوة كل يوم. ليست تغبه. منغمة الاطراف تدمي من اللمس. اذا ما دخان الندي من ثوبها على وجهها ابصار تغيما على شمسي. فهنا لو كستعمل حاج بيتكلم عن واحدة عموما. لكن بيذكر معها حاجات كتير. انك بتحط طيب. بتحط ريحة. مفيش زيها. منغمة الاطراف تدمي من اللمس. يعني ايه? يعني ستة غنية جدا معينة القوم. من عينة القوم. مش بتلمس اي حاجة. طيب صابعة زي ما بيقولوا كده. بيقولك انها بتحط ريحة وغنية. ما شاء الله عيلة يعني مقتدرة وكده. عايز ملمح 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 حياة العرب من العصر عباسي. اشعال النار اسداء الضيوف طبعا همش بتكلم عن النار خاص. طيب. ما خناش كمنا في الدرس. حياة صحراوية. طبعا ما خناش كمنا في الدرس برضو. حياة تناقة وترحال طبعا دي الشار الجاهلي مش عندنا. اللي جاي بساطة بالطرف في المعيشة طبعا. وانت شار الرافاية. ده تذكر عندنا في الدرس. قال اموح يدينا انه عربي. عجبتوا من امر دار كلها عجب. انا عجيب من الدار دي. طبعا اصده بالدار دي الدنيا. فيها النقيضان. فيها الفوز والعطل. فيها الفوز والخسارة. يلتز شخص بما يشقى سواه بها. تلاقي شخص بيتمتع بحاجة. اللي هو في نفس الوقت واحد تاني بيشأ بيها. لذا جئت بقولي كلها عجب. كده اقول لكم عجيبة. نعمة مطياتنا ان كنت زى نظر فيها يوشال وفيها تصده لول حجبه. المهم بيتكلم عن ايه بيتكلم عن الدنيا. بقول الدنيا دي دار عجب. قريبة قوي. اتجاه ديتم مسؤولة بيات السابقة. اتجاه اللغة وعلومها للحفاظ عليها من اللحن والاخطاء يعني طبعا غلط. مش بيتكلم عن اللغة خالص. بيتكلم عن الدنيا. اتجاه الفلسافة وعلم الكلام. طبعا هنا فيش علم كلام. مش بيرد على حد. تقريد القدامة. دعوات الشعوبية طبعا ده مش عندنا خالص. ده ايه بصح تبقى جيم. لاتجاه الزهد والتدين لانتشار الدعوات الدنيا. هنا بقولك سيب الدنيا. الدنيا دي وحش. الدنيا دي غريبة. طبعا ده شعر الزهد. اخر صفحة عندنا. قال ابن العربي ان لله في الوجود عبيدا. وبن عنده عباد. لم ينالوا الصعودة الا صعودة. لم يزالوا بباب من كان منهم عينهم عكفين فيه قعودة. يطلبون الوصالة منه ابتداءا منه او مننا ثم يطلبون الصدود. صلى عليه وسلام. بقول ربنا خلق في الدنيا. ايه خلق في الدنيا؟ عباد. لم ينالوا الصعودة الا صعودة. بيصعدوا. هم بيصعدوا ربنا سبحانه وتعالى. لم يزالوا بباب من كان منهم عينهم عكفين فيه قعودة يعني عباد رباد سبحانه وتعالى عطول يطلبونا لوصالة منه ابتداءا منه ثم يطلبونا الصدود يعني عطول ايه بيعبودوا رباد المهم من خلال عباد السابقة حدد الفئة عدد الشعر صفتها وسبب ظهورها في بغداد طبعا مين دول يا جماعة بيكلم عن العبيد ايه هما العبيد العباد يعني مين العباد الزهاد النساك الوعاظ كان بيبنقوا المساجد يبقوا أنت مغمط لجابة الصع الزهاد والعباد لرشاد الناس للدين طبعا مش علماء الدين ما زكراش عندنا علماء الدين في الدرس درقوا واحد لقم اتنين وهنا كلم عن العباد يا جماعة قالها كده بالنص عبيدا يبقى الزهاد والعباد يبقى نختار الزهاد والعباد مش قالة بهاق الدين زهير صفحا لصرف الدهر يعني عفواته إذ كان هذا اليوم من حسناته يعني أقول صفحا لصرف الدهر عن عفواته يعني أقول صروف الدهر مصائب ده سعب بتهفو سعب بتخلط يعني مش كل الأيام بيقى فيها مصائب مهم يوم يسطر في الكتاب مكانه ده يوم عظيم كمكان باسم الله في ختماته يعني يوم كده من شاء الله جميل جدا مطل الزمان به زمانا أنفسا أنفت وعاد لها إلى عاداته تبدو سمة واضحة للشارع عباسي تقليد القدامة في الألفاظ الغريبة طبعا الألفاظ لها كلها سهلة ده رقم واحد رقم التعامة ماخدناش إن سمة واضحة عباسي هو بيقليد القدامة مش هذا تعدد القوافي لقى القوافي واحدة حسناته ختماته عاداته تقصب ألفاظ السرنة النبوية طبعا مش عندنا الإجابة بسعت بقى سهولة الألفاظ والكلمات طبعا ده عندنا في المنهج قال البصيري إلى متى أنت باللذات مشغوله لحد إمتى تفضل مشغول باللذات والتوافه وأنت عن كل ما قدمت مسؤولة تتسائل عن كل حاجة في كل يوم ترجى أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول وعطول عمل تسوف أما يرى لك فيما سرر من عمل يوما نشاط وعما سأتك سير وعندما مش نشوف بقى في يوم تقوم كده تبقى نشيط شوية استنتج الغرض الوصف هنا مش بيوصف هنا بينصحك بقولك قوم توب الناس بتموت طيب الحكمة هنا برضو مش حكمة الحكمة دي جماعة لو البيت نفسه ينفع حكمة زي مواصلنا نقولك الأم مدرسة إذا أعددتها عددت شعبا طيبة الأعراق البيت نفسه ينفع حكمة كده في التعبيد ده اسمه حكمة مش ينفع حكمة هنا بينصحك فاللي جيب الصح النصح والإشارة طبعا ده غرضه المديحة اللي مش بيمدح هذا صحة أو خطأ العبارة من سمات الشعر الفنية الأبات كسرت الخيال والبديع وتنوعه طبعا كسرت الخيال هنا كان فيه خيال كتير جدا والبديع نفس الكلام كان فيه محسنان بالعيه كتير خطأ دي نختارها لو كانت فيه خيال كتير لكان فيه استعارة واحدة مثلا كان هنا فيه صور كتير جدا وكان فيه نفس الكلام بديع كتير ومتنوع يعني محسنان بالعيه كتير قال أبو نواس ألن فؤاد جنان لعاشق معمودي قد صارت النفس منه بين الحشا والوريدي جنانه جودي وإن عزك الهوى أنت جودي ركز معي من جنان دي؟ واحدة بيحبه أبو الألن فؤاد جنان يعني رب الفؤاد أو القلب بتاع جنان دي يهدى شوية لعاشق معمودي العاشق متبهد لياه بالحب قد صارت النفس منه بين الحشا والوريدي حسنه هيموت يا جنانه جودي اكرميني بقى وإن عزك الهوى أنت جودي ألقتليني اتليني يلا ففي ذاك راحة للعميد نكاه تريحيني حلو ماذا صحة أو خطأ هذه العبارة لا تعد الأبيات السابقة ملائمة للاتجاه الشعري الجديد بشكل كبير يعني أقول لك الأبيات دي غير ملائمة للاتجاه الشعري الجديد بشكل كبير طيب ايه هو الاتجاه الشعري الجديد ده هو هنا ما أوضحش والسؤال chart نفسه جماعة بعترض عليه لأنه هو فيه شيء من الغموض ايه هو الاتجاه الشعري الجديد ده يعني ايه هو الاتجاه الشعري الجديد للأبيات مش ملائمة ليه هي العبارة عن ايه عام الحج anakla عبارة عن غزل. ايه عبارة عن غزل؟ غزل نوع غزل عفيف. فهنا لو هيتكلم عن اتجاه الشعر الجديد اصده مثلا لو الشعر الصريح كان منتشر بسبب انفتاح الحياة وتأثرنا بالفرس وكده. فالشعر العفيف غير ملائم ماشي ساعتها ممكن اقول. يعني ايه دي الاجابة المنطقية. لكن في الاجابات مختلفين حاجة تانية. عموما يعني الاجابة المنطقية تبقى ايه؟ الشعر العفيف هنا لا يتناسب الاجابة توقم مع ايه مع الشعر الصريح. الاجابة انتشر بكثرة في العصر العباسي. انتشر بكثرة في العصر العباسي طبعا بسبب الشيوع الانحلال الاخلاقي والتحلل والزندقة والمجون. كان منتشر ساعتك. لكن زي بتاك السؤال نفسه غامض. لو انت غلطت فيه مش عفت حلو. ده حقك. السؤال نفسه صعب. وغامض. ما مادة صحة او خطأ ازيل عبارة. تندرجة بيت الصبيقة هتغرض وصف الحضائق والجنان طبعا غرض هنا بيكلم عن الحب. وبكده كنت خلاصة حلقة النهاردة بازن نافعات الجاية نكمل بقية التدريبات. ما تنساش تستمج معنا في الحل عشان نقدر نكون متقنين تماما للتدريبات دي كلها. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد الله إله إلا أنت. نستغفرك أتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.